اليوم أستاذ ياسر مصلحة إيران واضحة للعالم أجمع فيما يتعلق بتحريض النظام على هذه الخروقات واستمراره في استهداف المدنيين لكن ما هو موقف روسيا برأيكم؟ هل هي مؤيدة لهذه الخروقات؟ هل هي موافقة عليها في ظل الحديث عن أنه كانت روسيا دولة ضامنة مع تركيا وتم توقيع اتفاق في الخامس من الشهر الجاري؟ بداية روسيا ورأس الهرم بورتين لن يلتزم أيضا سابقا بكثير من الاتفاقات أنا أتكلم عن اتفاقات خبر التفعيل على وجه التحليل ما حصل في درعة، ما حصل في الغوطة، ما حصل في الريف الشمالي في حمص كل هذا الأمر مسؤول عنهم ما يعرف بين قرسين الشرطة العسكرية الروسية التي في نهايك المطار سلمت مقدرات ومصير الشباب السوري إلى نظاما لأجهزة استخباراتية وأجهزة القمار إذن روسيا يعني آخر ما يعومها أن تكون هي ملتزمة اتجاه ما يعرف مصلحة سورية أو مصلحة الاستقلال في سوريا ليس كما تشاهدها هي عندما تفرض عليها، هذا من جانب من جانب آخر أن التصوري روسيا أيضا تمضي الطرق باتجاه هذه العمليات الاستردازية من أجل الضغط على تركيا هي ترى أن تركيا حتى هذه اللحظة لم تنفذ كل الإتزامات أو جميع الإتزامات التي قدمتها حتى في اجتماع موسكو أنا أتكلم عن الدوليات المشتركة على وجه التحديد في المسار M4 إذن روسيا تصر رسالة إلى تركيا على أنها غير مسرورة وأنها ستنضي الطرق على أي العمليات الاستردازية كون أن تركيا لم تلتزم حتى هذه اللحظة فيما يعرف في الدوليات المشتركة ومن الأمر الثالث أنه بتصوري أيضا روسيا تشعر بخوف واضطراب نتيجة التزاماتها اتجاه أمريكا اتجاه المجتمع الدولي بتقليل دور إيران ترى أن إيران مصلحة استمرار إيران في سوريا مصلحة لروسيا لفترة ما ولكن لديها التزامات لتقليص هذا الدور وبالمتاهمة هي وتركيا بعملية استنزاف هذا الدور الإيراني لذلك أنا بالتصوري روسيا تصدر رسالة مفادها على أن الوقت لم يحن أو لا يوجد التزامات وضمانات لروسيا على أنها المتصرف الأوحد في سوريا وبالتالي لن تساهم أو ستردت طرف على الإجراءات هناك من يقول أستاذ ياسر أن زيارة وزيرة الدفاع الروسي سيرجي شويغو إلى دمشق ولقائه برأس النظام بشار الأسد كانت من أجل حثه وحث النظام على الالتزام بهدنة وقف اطلاق النار لكي لا تفلت الأمور من يدي روسيا وطبعا وأيضا حث النظام على عدم سماع تحريضات إيران هل تتفق مع هذه النقطة تحديدة من خلال زيارة شويغو؟ يعني عندما نلاقب التصحيحات المحللين السياسيين الروس أو حتى التصحيحات الرسميين الروس في الفترة الأخيرة شاهدنا برود بعدما كان هناك تصعيد ما بين التصحيحات الروسية والتصحيحات التركية إذن روسيا أخذت هامش التبريد الأجواء بينها وبينها تركيا لذلك لا نشهد الآن على المنحة الإعلامية والمنحة التصحيحات الرسمية أي تصعيد باتجاه تركيا هذا من جانب من جانب أخر أنا بتصوير زيارة وزير الدفاع شويغو هي أولا تكرس نفوذ العسكري الروسي على الأراضي السورية وزير الدفاع شويغو هو الحاكم الأوحد الآن على المنحة الميداني في سوريا بكون أن روسيا في نهاية المطاف هي الدولة المحتلة حقيقة للسورية وهي التي تستطيع أن تدلع بمقدرات الواقع في سوريا